المنافذ احنا عارفين انها هتصل الى 200 منفذ تقريبا يعني في نهاية الشهر لكن احنا بنتكلم الان 151 منفذ في 18 محافظة ويعني بنهاية الشهر او خلال ايام هيصلوا الى 200 منفذ في كل انحاء الجمهورية ميزة اهلا رمضان ده انه بيقدم طبعا تخفيضات للمواطنين بحيث ان انت يعني ومش بس عشان رمضان هوسم واهلا رمضان بس هو ممكن يبقى اسمه اي حاجة لان احنا في رجب دلوقت فاهلا رجب اهلا شعبان اهلا رمضان يعني القصة ما لهاش علاقة برمضان على قد ما له علاقة بمحاولة الدولة ان تدعم وتقدم دعم سلعي للناس بالتعاون مع القطاع الخاص ان القطاع الخاص بيقدم هذه البضائع وهذه السلع للدولة والوزارة التموين باسعار مخفضة شوف اسعار السلع في اهلا رمضان قارنها باسعار السلع التانية في السوبر ماركتس الاخرى اختار اللي انت عايزه شوف السلع الارخص واشتريها وهو ده لازم يكون يعني المنهج او المنهج اللي احنا نشتغل عليه في هذه الفترات الصعبة اشتركوا في القناة